بيان سعودي إمارتي يقلب الطاولة على الحكومة الشرعية ويتنصل عن دعمها كيف انقلب التحالف من دعم الشرعية إلى تقويضها وما هي خيارات الشرعية ورئيس هذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد هذا الوضوح أهلا بكم أصدرت السعودية والإمارات بيانا مشتركا تجاهلت فيه انقلاب عدن ودعت إلى وقف إطلاق النار والحوار مع الانتقال معتبرة ما حصل في عدن فدنة بين الأشقاء البيان جاء حاملا لبصمات الإمارات التي كانت داعمة للانقلاب وتأتي اليوم لتقدم نفسها كوسيطة في الأزمة أظهر هذا البيان تطابقا تاما بين السراتيجية السعودية والإمارات في اليمن وهي التي أعني الأخيرة قصفت قوات الجيش وراءت انقلاب عدن وحاربت الشرعية وبات يراها اليمنيون معتدية لا شريكة في التحالف ماذا ستفعل الشرعية إذا أموقف الرياض الذي يعد انقلابا عليها هل ستكتفي بالصمت؟ أم سيكون هناك خيارات أخرى للرئيس هذه؟ وما هي خيارات اليمنين في حال ذهبت السعودية للاعتراف بالانتقال كسلطة أمر واقع في الجنوب والحوثي في الشمال؟ بيان سعودي إماراتي أثار حفيظة الرأي العام الشعبي والرسمي يكشف التقرير عن تطابق في رؤية الرياض وأبوظبي حول الملف اليمني بعكس ما كان يعتقد البعض البيان وصف تمرد الانتقال وترده الحكومة من عدن بالفتنة وطالب بالاستمرار بما أسماها الأجواء الإيجابية في حوار جدة وهو موقف يعكس قلابا كاملا عن البيان السعودي الأخير في الخامس من سبتمبر الجاري في بيانها الذي أصدرته الرياض منفريدة كانت قد حملت فيه الانتقال مسؤولية أهداف عدن ودعته للتراجع وسحب مسلحيه من العاصمة المؤقتة تلاشت هذه اللغة في البيان الأخير وبدى واضحا أن الرياض لا يختلف موقفها عن أبوظبي مهندسة انقلاب عدن لم يصدر عن الحكومة الشرعية أي موقف إزاء البيان المشترك الأخير وأنباء عن أن الرئيس هادي أبلغ السعوديين إنزعاجه من البيان الأخير الذي اعتبر اعترافا ضمنيا بسلطة الانتقالي موقف الرياضي الذي صدم البعض عقب البيان الأخير لم يكن بدعا من موقفها من الأحداث الأخيرة في عدن خلال الفترة الماضية فالسعودية هي من وفرت الغطاء العسكري لتمرد الانتقالي ودفعت القوات الحكومية للانسحاب من مواقعها وهي أيضا من توفر الغطاء السياسي للانتقالي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وتثبيت الأمر الواقع تحالف دعم الشرعية أم إنهاؤها هذا ما حذر منه سياسيون وناشطون منذ فترة وهي ربما ما يتم تداوله اليوم في الغرف المغلقة في الرياضي وأبوظبي كخطوات عملية مراقبون يرون أن السعودية انتهجت سياسة تقسيم اليمن منذ تدخلها في العام 2015 وأنها ترفع لافتة دعم الشرعية فقط لاستخدامها مضلة قانونية لتنفيذ مخططها التفتيتي ثم تتخلص منها بعد الانتهاء من هذه المهمة ارتهان الشرعية كليا للرياض جعل مصير القضية اليمنية قرارا سعوديا تماما في الوقت الذي فقدت فيه الشرعية التضامن الشعبي والدولي ولم تعد سوى قشة في مهب الريح إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة إذن مساء الخير دكتور فيصل مساء الخير لك ولي ضيوفك الكرام وللمشاهدين والمتابعين أهلا بك إذن بيان مشترك بين السعودية والإمارات بشأن اليمن يأتي لتأكيد تطابق الرؤى بين البلدين حيال الملف اليمني ما الذي يمكن أن نفهم من خلاله يعني خاصة بوجود هذا التطابق المشارع إليه في البيان بوسعنا أن نتحدث بعد سلسلة من البيانات صدرت بين الإمارات والسعودية من جهة وبيان أو بيانات خاصة بالسعودية أو بالحكومة اليمنية تراكم البيانات أفضت إلى الإفصاح عن الانكشاف السياسي نحن الآن أمام مرحلة الانكشاف السياسي حيث لم يعد بالإمكان التغاضي عن التجاوزات أو التغاضي عن الأدوار كان هناك نوع من العقد اليمنيين أو الشعب اليمني أملا على دور سعودي مميز بحكم الجوار الجغرافي وحكم أيضا العلاقات التاريخية بين البلدين بحكم الضرورة التاريخية والجغرافية لا بحكم التعاون الحقيقي فسقط هذا القناع كما سقط القناع عن الإمارات التي كنا نأمل بها خيرا كما سقطت أدوار أخرى أي أنه اليوم لم نعد نراهم كيمنيين على أن السعودية مختلفة بالآداء عن الإمارات وهذا شيء معلوم ومن يحاول اليوم أن يفرز بأن السعودية هي خيارنا الاستراتيجي وأن الإمارات هي الشيطان هو يضلل نفسه لا أكثر ولا أقل اليوم نحن أمام دول تحالف شكلتها السعودية التي تم استدعاها من السلطة الشرعية وهي التي تدير هذا العبث كان هذا العبث خفيا على الناس ولا نستطيع أن نوجه اللوم على السعودية بشكل مباشر اليوم بعد هذا البيان وبعد البيانات المتراكمة من جميع الأطراف المعنية أنكشفت الأدوار أنكشفت السياسات اليوم دعيني أكون صريح بالمعنى السياسي أكون صريح بأنه لم يعد هناك رغبة فقط من الإمارات والسعودية بإسقاط السلطة الشرعية فقط وإنما التعدي لإسقاط الدولة هذا الذي لم نكن نتوقعه بالمطلق أي أن السلطة عادة متغيرة بإمكان الرئيس هادي يموت بإمكان الشعب يطالب بترحيله ممكن بتغييره ممكن تجتمع القوى السياسية والشعبية بتوافق على رئيس بديل فالسلطة متغيرة لكن الدولة ثابتة وهي الكيانة الاعتباري المستقل ذو السيادة الذي يتعامل معه العالم دولة التحالف تقاوزت إسقاط الشرعية شمالاً بجعلها طرفاً سياسياً مع الإنقلاب وأيضاً أسقطت الشرعية في الجنوب وجعلتها في هذا البيان طرفاً سياسياً مع الإنقلابيين وهي حوادث تدعو للغرابة أن تصبح السلطة التي تمثل الشعب طرفاً يساوي المتمرد شمالاً أو المتمرد جنوباً المتمرد عادة في القانون يمارس قريمة وله عقوبة على المستوى القانون المحلي وعلى المستوى القانون الدولي إذن دولة التحالف أريد أن أقول بأنها تقاوزت مسألة إسقاط الشرعية إلى إسقاط الدولة وإسقاط الدولة يعني هناك تعدي حضاري تعدي تاريخي تعدي كينوني على اليمنيين بوطنهم بتاريخهم بحضارتهم يعني كل الدول التاريخية ذات الحضارة سقطت إلا اليمن الحضارة الفينيقية سقطت الآشورية سقطت البابلية سقطت الفرعونية سقطت القرطاجرنية سقطت اليمن فقط هي الحضارة الممتدة التي لم تسقط ولا زالت اليمن هي الدولة الوحيدة التي تعتبر هوية متواصلة عبر التاريخ وهناك بعض الجرذان في الجنوب يقول أنا لست يمني إذن أنت ارحل من حيث أتيت إذا لست يمني فأنت لا تعترف بأن حضرموت هو مؤسس هو ابن حمير ابن سبا ابن قحطان أو هود يعني كل أسماء المناطق الجنوبية هي أسماء أبناء حمير أبناء سبا أبناء مذحج يعني هؤلاء يمنيين معتقين عبر التاريخ يعني هذه الدول الطارئة التي عمرها لا يتقاوز مئة سنة أو مئة سنة بالكثير وهي تجمعت قبلية أرادت أن تقمص شخصية الدولة ولم تستقر إلا في القرنة العشرين أرادت أن تستهدف الدولة اليمنية ولم تعد تكتفي بإسقاط السلطة الشرعية نعم لو تحدثنا عن البيان دكتور برأيك ما هي أبرز النقاط التي ارتكز عليها البيان كما قلت لك أسقط من مكانة السلطة الشرعية وأنزلها إلى التساوي مع الإنقلاب وأصبحت طرفا وبالتالي البيان تحدث عن أطراف أيضا هو تجاوز الإفصاح عن هذه الأطراف الحقيقة نحن نرى على الواقع بأن هناك طرفين إنقلاب ضد سلطة شرعية لكن البيان يتحدث عن أطراف يريد أن يتحدث عن الإصلاح كطرف غير معلن عنه يريد أن يتحدث عن قوات الحرس الجمهورية كنوالي إنقلاب شمالي في المستقبل أيضا كطرف يريد أن يتحدث عن أطراف ربما سيخترعها غدا بمشاكل جديدة نحن لا نعلمها لأننا كنا قبل عام أو قبل عامين لم نكن نتوقع بأن تصل سياسة دول التحالف إلى أن تنشأ انقلابا ضد السلطة الشرعية التي أتت لدعمها وبالتالي قلنا نحن الآن في مرحلة الانكشاف السياسي وعلينا يا كيمنيين أن نعي ذلك البيان أيضا استخدم لغة التهديد بأن أعطى كل من وضع يده على شيء فهو أحق به فأعطى الإمارات نفوذها في الساحل والغرب وأعطى السعودية حقها في المناطق الشرقية والشمال وأعطى الإنقلابين حقهم في أن يبقوا ممثلين للإمارات على هذه الأرض وأسقط الشرعية نهائيا وهي التي استدعته لعونها إذن المغيب الوحيد في مرحلة البيانات وفي مرحلة الصراع السياسي في مرحلة الحرب طيلة خمس سنوات هي الشرعية ونحن اليوم نستغرب كيف أن هذه الشرعية التي تمتلك مكامل من القوة ما يجعلها تقلب الطاولة على الجميع ولكنها أنست بالصمت طبعا هناك أكثر من قراءة لهذا الصمت سنتحدث عن صمت الشرعية ولكن قبل ذلك البيان المشترك دكتور هناك من يقول أنه جاء لينقض بيان السعودية المنفرد والذي كان قبل أيام ويظهر مستوى الارتباك لدى صانع القرار السعودي هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا سمع نعم هل سمعت إلي دكتور؟ نعم إذن ونحن نتحدث عن مقارنة بين بيان السعودية والإمارات المشترك وعن بيان السعودية السابق دكتور هل تسمع إليه الآن؟ أنا سمعتك وأعلم ما الذي تودين الذهاب إليه يعني السعودية كانت خرجت ببيان موارب تحاول أن تغطي جرمها الحقيقي بالتآمر على اليمن وبالتالي أرادت أن تظهر باعتبارها صاحبة الريادة وصاحبة المصلحة في التعاطي مع الدولة اليمنية والسلطة الشرعية وأنها لا يمكن أن تمارس الخيانة وأنها لا يمكن أن تخضع الشرعية فهذا البيان أوقع الناس بخديعة كبيرة هذا البيان لم يعجب للأسف الإمارات التي لها يد أو خطة واضحة مع السعودي على الأرض وبالتالي سرعان أسقطت هذا البيان في بيان آخر ألغى كل هذه الأماني وهذه الأمنيات وهذا الأمل وبالتالي كان وكأن ذلك البيان كان بمثابة امتصاص الصدمة اللحظية للشعب اليمني والسلطة الشرعية وللمراقبين الدوليين وعندما انتهت الصدمة أنتقلت الإمارة والسعودية إلى الواقع الحقيقي التي أرادت تثبيته وهو أن يبقى كل طرفين على الأرض دون تحريك السلاح وبالتالي على السلطة الشرعية أن تبقى في الرياض ويكفيها ذلك أما على الأرض فهي غير موجودة الحقيقة من يوجد على الأرض هي السعودية في المهرة وشبوى وحضر موت وفي العدن وأبيان والضالع والساحل الغربي الإمارات بعملائها أين هي الشرعية إذن؟ لا توجد بالعكس اليوم من يتعزز حضوره الحقيقي ليمنح نفسه شرعية حقيقية تلبي طموح اليمنين هم الحوثين الحوثين اليوم بهقومهم الكاسح وبثباتهم على الأرض أصبحوا هم الذين يدغدقون مشاعر اليمنين باعتبارهم فعلا يدافعون عن الأرض والسيادة والأعرض اليمنين وكرامتهم بينما السلطة الشرعية فرضت بذلك أنا أريد أن ألمح إلى أشياء كنت أنا أتوقعها سابقا ولم يتسنى لي فرصة الكشف عنها يعني السعودية والإمارات كانت تنوي فعلا إلى إسقاط عندها رغبة إلى إسقاط الحوثيين للاستلاء على اليمن كاملا وتقاسمهم ولكن عندما فشلت على ذلك أكتفت بالتقاسم على ما هو موجود تحت يدها وهي كانت تعد بقايا النظام السابق من حراس الجمهورية طارق عفاش وجماعة والمتبر الشعب العام إذا ما نجحت في إسقاط صنعا بيدها أن تصنع انقلابين جديدين انقلاب في الجنوب لمجلس الانتقالي وانقلاب عفاشي في صنعا وبالتالي ستخرج شيئين من المعادلة السلطة الشرعية باعتبارها مرحلة وانتهت وأيضا ستخرج الإصلاح باعتباره القوة الذي أنضوى تحت الشرعية وعاجزة هذه الأطراف تتخلص منه واضح الأمور وبالتالي نحن نقول ونؤكد بأننا نحن في مرحلة الانكشاف السياسي وعلى المواطن من المعادلة والسياسي والإعلامي أن يدرك بأن هذا لم يعد ممكنا الالتفاف عليه نعم بالحدث عن السلطة الشرعية دعنا نذهب إلى جزئية مهمة من هذه الحلقة وعبر ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ شوقي القضي عضو مجلس النواب من هنا من إسطنبول مساء الخير أستاذ شوقي نحن نور العزيز أهلا بك إذن قبل أيام صد شوقي إزارة السعودية بيانا منفردا أعلنت فيه مساندتها الحكومة واليوم يصدر بيان مشترك بينها وبين الإمارات ينقض تقريبا كل ما ورد فيه بيان السعودية ما هو تعليقك؟ شكرا جزيلا على كل حالة بالنسبة للبيان الأخير ما سمي بالبيان المشترك قرئ من فريقين هناك من يقرأه بحسن ظن فيراه بيان لإيقاف التصعيد والاتجاه إلى الحلول الهادئة لأن المسألة ليست بهذه السهولة المسألة معقدة وبالتالي لابد من التعاطي معها ليس باللونين المشهورين أبيض وأسود وإنما لابد من الدولوماسية ولابد من التهديئة ولابد من نحن نعرف أن السعودية تحتاج إلى بقاء الإمارات في التحالف حتى يبقى تحالف كما يسمى وأيضا تعرف أن المجلس الانتقالي بالأخير له حضور وله وجود للأسف سكت عنه التحالف وسكتت عنه الشرعية حتى كبرت مخالبه وبالتالي يقرأ هذا البيان على أنه يقاف للتصعيد وأكد على أن عدن هي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية وأكد على دعم الحكومة الشرعية والمحافظة على مقاومات الدولة اليمنية إلى غير ذلك لكن هناك أيضا من يقرأه بطريقة أخرى ولهم الحق أيضا للأسف البيان لم يأتي لمعالجة القضايا وإنما أقرب إلى التميع الأمر الآخر تقنب تسمية الأمور بحقائقها تحاشى أن يسمي التمرد والانقلاب فسمها أحداث وفتنة أيضا ساوى بين الشرعية وبين الانتقالي وكأنهما طرفان يعني كأنهما شيئان متشابهان أو مكونان يعني متساويان هناك من يقرأه أيضا على أنه تخدير لماذا وهذه نقطة مهمة بصراحة ينبغي التفكير بها أنه في ظل تهديئة الشرعية وتهديدها ليس تهديئتها فقط وإنما تهديدها أيضا من أن تحدث أي شيء تستمر الأسلحة يعني الإمارات برفض المجلس الانتقالي بأسلحة لا ينبغي عن تهديئة ولا ينبغي عن تسوية ولا ينبغي عن حوار وإنما ينبغي عن تصعيد ربما يأتي لاحقا فالبيان أخذ نعم هناك ربما تهديد للشرعية بأن أي محاولة تقدم قد تقصفها الإمارات كما حدث سابقا واضح تماما هذا نعم إذن أنت كيف تقرأ هذا البيان يعني أنت عطيتني آراء الناس يرونه كذلك أنت إلى أي طرف تميل مع من يحسن الظن أم مع من يسيئونه الأيام القادمة الأيام القادمة كفيلة الآن طبعا للعلم يعني أنا أحدثكم وأنا أتابع حراك قوي جدا من قبل الشرعية وتحالفاتها ومكوناتها تجاه البيان يعني هناك قوة موقف قوي بصراحة يعني يشكر عليه كل حر رفض التوقع على هذا رفض الشرعية عيادة الشرعية مكونات الشرعية إلى اللحظة رفضت تماما إصدار أي بيان تؤيد هذا البيان أيضا اشترطت اشتراطات وهذا من حقها اشتراطات بأن الأمور ليست تعود فقط إلى ما قبل عشر أغسطس كما يقال وإنما ينبغي أن تعود إلى ما يجب أن تبقى عليه وهو عودة الشرعية تعزيز مؤسسات الدولة في المحافظة عدن كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية عودة الرئيس عودة الحكومة بدء تعزيز مؤسسات الدولة لكل المناطق المحررة بالانطلاق من عدن وبالتالي هذه نقطة أيضا لا زالت الشرعية ومكوناتها لا زال الجميع يصرون عليها وبالتالي الموقف إلى اللحظة موقف إن شاء الله سيكون مشرفا نعم إذن عند هذه النقطة دعني أعود لضيفي عبر الأقمال الصناعي دكتور فيصل ما هو رأيك هل تحدث الأستاذ شوقي حول حراق قوي ربما الآن يعتمل ضد هذا البيان وعدم إصدار بيان رسمي ربما يوضح ذلك هل ما زالت الشرعية قادرة على اتخاذ موقف فعلا الشرعية قلنا بأن لديها من القوة القانونية ود السورية والدعم الدولي ما يجعلها تقلب المجان على الجميع لأنها في موقع شرعي هي ليست لم تأتي الرئيس عبد الربو منصور هادي لم يأتي إلى السلطة بدعم سعودي ولا بدعم إماراتي ولا بدعم دولي هو أتى بانتخابات من الشعب وبالتالي هو للأسف من نكب بالشعب ومن خيب ظنه يعني عندما وصل إلى السلطة أدار ظهره للشعب وأراد أن يأخذ استمراريته في السلطة من الدعم الخارجي وهنا موقع مكمن الخطأ للشعب وبالتالي إلى الآن الإرادة السياسية لم تتحرك بإتجاه تصحيح الأوضاع نحو القانون نحو الدستور نحو القانون الدولي نحو القرارات الأممية كل القوانين القرارات الأممية 12 قرار يعني كلها تدعم السلطة الشرعية الجامعة العربية تدعم السلطة الشرعية منظمة التعاون الإسلامي تدعم السلطة الشرعية العالم كله لا يعترف سوى بالشرعية الذي استدعى دول التحالف أو السعودية التي شكلت التحالف إلى اليمن ليس المجلس الانتقالي وإنما الشرعية وبالتالي الأخطاء كلها ستتحول السعودية والإمارات إلى مقرمين حرب إلى مقرمين ضد الإنسانية إلى عدوان إذا ما خطت السلطة الشرعية إذا ما انتقلت من الرياض إلى اليمن أو إلى بلد آخر وحركت ملفات سياسية وقانونية وقضايا دولية ستعود هذه الدول تدافع عن نفسها كالمجرم الذي لا يستطيع أن يبرأ نفسه فالملفات مكتنزة بالقرائم الحقوقيين يرصدون الإعلامون يرصدون نحن كمجتمع نرصد يعني كل الأنفاس الآن الإنترنت مسجل في هذه القوان لكن الإرادة السياسية هي المغيبة في أداء الشرعية يعني اليوم إذا أردنا أن نحاسب لم نعد قادرين على محاسبة الشرعية كرئيس وحده اليوم من هم محيطين في الرئيس عبد الربو منصور هم ضمن هذا الفريق الملام قيادة الأحزاب المؤيدين للشرعية هم ضمن هذا الفريق الملام الفريق الحكومي هو ضمن الفريق الملام أي أنه لا ينبغي أن يبقى الرئيس عبد الربو منصور فقط هو الجمرة التي نرميها بأحقار الشيطان صحيح أنه هو الشرعية الحقيقية ولكن ما ينشأ عنه من أجهزة حكومية ومؤسساتية ووزراء وحكومة هم نشأوا عنه حتى المتمردين هو مسؤول عنهم هو لأنه شلال المتمنع المانع الدعم للإنقلاب هو من عينه فضل حسن قائد المنطقة الرابعة هو من عينه أو كلا الوزارة الذين يخرجون ويرفعون الأعلام هؤلاء المفترضون حالون المحاكمة هو من عينهم يعني هو سمح لهذا الانفلات من البداية أن يتصاعد وأن يتضخم وسمح للانتهاكات الخارجية أن تتصاعد وأن تتضخم إلى الحد الذي نراه عاجزا وليس عاجزا الحقيقة لأنه عنده أدوات سياسية وقانونية قادرا على أن يخرج من هذا المازق لكن الإرادة هي الغايبة نعم إذن تعقيبا على ما قاله عفوا تعقيبا على ما قاله الضيف مسألة التشاؤم التشاؤم والتفاؤل في قراءة الأحداث هي مبنية على تراكم وتقارب نحن لنا خمس سنوات فالميراث الحاضر خلال خمس سنوات لا يدعو إلى التفاول إطلاقا وإنما التشاؤم وقراءة هذا البيان باعتباره مؤامرة بدول التحارف بأنها تصبح دول محتلة وتتقاسم النفوذ في اليمن والأكثر وضوحا وبالتالي لا مجال للمجاملة ولا مجال للتفتيش عن أعذار لدول أصبحت محتلة اليمن وهي لا تستحق أن الصجاعة حتى بهذا الوصف لأنها أقل من أن تمارس حتى احتلالا على جزيرة نعم إذا نستشوق استمعت لحديث الدكتور فيصل وكان واضحا خاصة فيما يتعلق بالبيان بأنه لا يحمل بدرة خير مطلقا وإنما هو عبارة عن مؤامرة ضد الشرعية وضد متطلبات الشرعية لو تحدثنا عن مقارنة هذا البيان ببيان السعودية منفردا هل تجد أنه مختلف أم متشابه يعني رأى الدكتور فيصل سابقا بأنه كان البيان السابق مجرد تخدير للشرعية لامتصاص الصدمة ثم ظهر ما تريده السعودية في هذا البيان المشترك على كل حال أنا أريد أن أؤكد على مبدأ مهم وهو أن صدور هذا البيان الآن بيان المشترك الأخير ما كان ليصدر لولا تحرك شعبي إعلامي نخبوي تحركت الجاليات تحركت 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 شباب اليمن في أكثر من مكان تحركوا على مستوى المجتمع الدولي إلى غير ذلك وبالتالي من حق الدكتور فيصل ومن حق كل يمني أن يقرأ البيان بطريقته ومن حقهم أن يقرأوه على ضوء تراكم الأحداث كما ذكر الدكتور فيصل وهذا كلام صحيح جدا من حقهم جدا نحن لا نحتكر مطلقنا التفسير ولكننا فقط ولكنني أريد أن أقول أنه من حق اليمنيين كلهم سياسيين وجماهير وشعب وغير ذلك أن يقرأوه بكثير من الحذر ويقرأوه بكثير من على أنه تخدير وأن يتابعوا الوقائع على الأرض لإثبات تفسير البيان المشترك لكن اللحظات الأخيرة الآن التي يعني حراك الشارع حراك الشعب اليمني قوى حتى موقف الشرعية الآن ومؤسساتها ومكوناتها وأنا هنا أيضا أذكي ما ذكره الدكتور فيصل بأنه أيضا ينبغي أن لا نجعل فقط لا غير كما يقال الجامعة التي ترجم لحالها الرئيس عبدالربو منصر هادي نعم هو ملام نعم هو رأس الحربة لكن أيضا ينبغي أن نوجه الاتهام إلى كل مؤسسات شرعية وإلى كل مكونات شرعية من أحزاب يجب الأحزاب السياسية خاصة حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري يجب أن توجه إليهم أيضا انتقادات قوية جدا وأن تكشف مواقفهم يعني أنا أتمنى هنا من الإعلام أن يكشف مواقف هذه القوى السياسية لأنه للأسف للأسف من ضمن ما يضعف مؤسسة الشرعية ذات التباين بين مكوناتها السياسية الحزبية يعني على سبيل المثال اجتماعة الحكومة لتؤيد موقف الرئيس وتؤيد يعني تحذر الإمارات وإذا بمجموعة من النواب محسوبين على مكونات سياسية يرفضون التوقيع المعنى أن هناك إشكالية ولهذا يجب على الشعب أن يفتح عينيه كما يقال وأن يوجه الاتهام لكل من يتواطع أو يقصر أو يسكت أو يصمت أو يحايد حتى نعم وهذا ما ذكره الدكتور فيصل أنه فعلا لا بد أن يعني أن يتهم كل من له علاقة بالشرعية حاليا بجميع مكوناتها السياسية والحزبية لكن دعني أسألك أستاذ شوقي يعني هناك من يتسأل لماذا انقلبت الرياضة على الشرعية أم أنه هذا موقفها المخاتل منذ البداية وظهر يعني جليا في هذا البيان واضح تماما أنه أولا ينبغي أن نذكر تماما بأن التحالف جاء وتدخل لأهداف أعلنها لليمنيين وأعلنها للعالم كله ووعد بها اليمنيين وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب استعادة الشرعية دعم اليمنيين لبناء اليمن الاتحادي بموقف وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى غير ذلك ينبغي أن تكون هذه البوصلة واضحة تماما لليمنيين وللتحالف وللشرعية وبالتالي واضح تماما أنه حصل انحراف تماما في بوصلة التحالف حصل انحراف يعني ما لم يعد مخفيا ولم يعد سرا أن التحالف صار يمنع تقدم القوات الشرعية من تحرير صنعاء وتحرير الحديدة بل ويقصفهم بالطيران وبالتالي واضح تماما أن هناك أجندن حرفات وبدلا من أن يتيجوا لما يستمر هذا التحالف إذن دكتور إذا كان أستنوات والسيطرة على نعم أستاذ شوقي إذا هذا الأمر واضح بالنسبة للشرعية واضح بالنسبة للناس والمكونات السياسية ولأعظم مجلس النواب لما يستمر هذا التحالف من أساسه إذا يعني هو آتي فقط لتقسيم اليمن لوقف تقدمها لتحرير المناطق التي أتى لتحريرها آتي لنزع الفتنة وتأليب طرف على طرف لما هو مستمر أختي آسية الله يرضى عليك هناك أحيانا حلول عدمية عندما يقال لماذا يستمر التحالف وينبغي أن يرحل التحالف يعني البديل إيران يا عزيزتي نحن نقول لما لمن يوندائما اسمحي لما نحن مخيرون بين السيء والأسوأ يعني هل يعقل هذا الكلام أستاذ شوقي غير تقيق هناك الأمور نسبية أولا لا هناك حلول أحيانا عدمية يعني أن يرفع التحالف ما البديل يعني هل تعود الشرعية إلى أرض الوطن وتلتف وتعود للشعب والشعب هو من سيعيد لها هذه الشرعية أستاذ شوقي يعني غير منطقي هذا الكلام لا لا ليس بهذه البساطة ولا بهذه السهولة إذا علمنا أن مليشيا الحوثي تمتلك دولة مليشيا الحوثي تمتلك تسليح دولة ولازالت أسلحة الدولة بيدها ولازالت تهدد السعودية وتهدد أبوظبي بطيرانها وبأسلحتها وبصواريخها ولن يقضي التحالف على أسلحة المليشيا الحوثي قضي على بعض نوع من أنواع الصواريخ أما البقية فأبقيت أستطيع أن أقول أنه سواء أبقيت عمدا أو أبقيت بطريقة أو بأخرى أيضا لا ننسى أن هناك موانئ لازالت بيد مليشيا الحوثي وبالتالي لازالت الأسلحة تدخل الهواء أقول أقول ينبغي أن يصحح التحالف وبالتحديد المملكة العربية السعودية بعد كل هذا الدمار الذي حصل تحت أي شرط ستصحح أستاذ شوكي ينبغي أن تتصحح مسيرة التحالف اسمحني فقط سأنقل هذه الفكرة بالجسبة للإمارات ينبغي أن ترحل الإمارات ما عاد هناك شك في دورها أما السعودية فلا زال هناك فريقا يعني لازلنا نؤمل لأنه لازال الموقف ليس روحكم طويلة يا سيد شوكي يعني ما زلتم تؤملون ما شاء الله عليكم كثير من الناس لم يعودوا يؤملوا صدقني يعني أن يرحل طرف ويبقى طرف ونعود بنفس الدوامة وضح يعني ما تريده السعودية وتريده الإمارات من اليمنية لا 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 هذا موقف عمذلكم نعم إذن اسمح لي فقط أن أخذ رأيي ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية دكتور فيصل دكتور فيصل أنتم رفعتم عالم السيادة ولا بد أن تكون هذه السيادة بيد الحكومة الشرعية فقط تحت أي شرط رفعتم هذا الشعار وهل فعلا إن عدمت الخيارات أمام الشرعية والتحالف وقدرها المحتوم السيادة عادة تمثلها سلطة شرعية نعم أي أن السيادة لا تتقسد كفكرة هلامية وإنما تتقسد عبر السلطات التي تمثل الشعب لكن مسألة الخيارات أو مسألة أنه لا بد أن تبقى السعودية وأن تبقى دول التحالف وأن الخيار البديل هو إيران هذا غير صحيح هذا هو بقاء في دائرة المغالطات خمس سنوات أخرى حتى نقتنع بأن السعودية هي الشر الأكبر هي العدو الحقيقي اليوم إذا لم نستوعب بأن السعودية هي المتآمر الأول على اليمن وهي التي كونت التحالف وهي التي أتت بالإمارات وهي التي جعلت الإمارات تعبث كل هذا العبث دون أن تعترض بالعكس كانت بياناتها عندما نطقت نطقت كفرا البيانات التي كانت تأتي كانت تأتي لتدعم الإمارات وتوبخ الحكومة الشرعية التي جاءت بفضلها تستمد السعودية شرعيتها في التدخل من الحكومة الشرعية فكيف يمكن تصبح موضع توبيخ في بيانات السعودية والإمارات بينما يتم الدفاع على العصبوية الخليجية في دول التحالف ما بين السعودية والإمارات قمة القبح ألا نستوعب بأن السعودية قلنا لم تعد تقتنع بإسقاط الشرعية فقط وإنما تطال إسقاط الدولة وإسقاط الدولة أن تصبح اليمن شيئا مباحا نعم يرى الأستاذ شوقي أن نعم تفضل تفضلي إذن يرى الأستاذ شوقي أن هذا السؤال مجرد سؤال عدمي يعني عودة الشرعية ليس خيار حقيقي أمام الشرعية وبالعكس ربما نذهب باتجاه إيران هل فعلا أصمحنا مخيرين بين السعودية وإيران أم أنها خيارات أخرى يمكن طرقها الخيار الخيار السياسي الأصوب الخيار السياسي الأصوب الذي كان سيحفظ اليمن مكانته وبقاه والخروج من هذه الغوقائية ومن هذا الانكشاف ومن هذا الغرق هو أن لا نستدعي الخارج أولا بدون شروط وبدون اتفاقية هذا عند حصن الضل ماذا أنا أعتقد هذا حدث للأسف الشديد وسقط بين أيدينا نعم حدث ما حدث والصدعية السعودية بدون شرط أنا أعتقد بأن الشعب اليمني إذا سمحت أنا أعتقد بأن الشعب اليمني إذا أصبح بمواقهة مباشرة مع الإنقلابين والله حتى لو يمتلكون أسلحة نووية بأنهم سيفزمون الحوثيون مهزومون في قلب كل يمني مهزومون بعنصريتهم بقهرهم ببطشهم بإجرامهم بفسادهم بدمارهم لهم ثأرم مع كل الناس ثأرم مع رجال الأعمال يقمركون البضايع ثلاث مرات مع الصرافين مع ساتذة الجامعات مع النقابات مع الصحافة لا يقد أحد ليس له ثأرم مع الحوثين إذا ما واجه عبد الرب منصور من البداية قلنا أدار ظهره للشعب واتقه في دعمه للخارج لمجلس الأمن ولدول التحالف وبالتالي عندما أراد أن يعود إلى الشعب وقد هناك هوة كبيرة وجدانية وشعورية بينه وبين الشعب مع أن الشعب لا زال يعول عليه اليوم لو اعتمدنا على أنفسنا لا يستطيع لا الحوثي بسلاحه وبسلاح أي دولة في العالم أن يهزم الشعب اليمني الشعب لا تموت هذه الحركات الإنقلابية والإجرامية التي تموت دعني أخذ هذه العبارة نعم أستاذ الدكتور فيصل أستاذ شوقي يعني يقول الدكتور فيصل بأن الشعوب لا تموت وإذا أدار الرئيس هذه ظهره لهم ربما ستنتهل هو التي صنعها هو بذهبه إلى الخارج الجميع يرى أو دعني لا أعمم الكثير يرى بأن عودة الرئيس هذه حتى بخيمة ينصبها في صحراء مأرب كفيل بأن يلتف الشارع نحوه وأن يساند هل يعني مثل هذا الخيار تجد أنه يعني ناجح أو قائم أو حتى يفكر به بصراحة ما أحترحني طبعا هو طبعا خيار جميل يعني خيار جميل لكني أعتبره خيار ليس مثالي فقط وإنما خيار بريء جدا لأن الذي يطرح مثل هذه الخيارات أيا كان طبعا هو يطرحها بمثالية زائدة يتصور أن العالم كله سيتخلى عن الانقلابيين وسيتعارك الناس في صحراء مارب سيتقاتل الرئيس هادي مع الحوثيين منفردين الشعب السوري والقوى السورية والثورة السورية عندما تخلى عنها لم يتخلى عن نظام بشار الأسد وبالتالي من الذي يضمن من الذي يضمن يمكن أن يضمن أن يتخلى عن الرئيس هادي وعن الشرعية لكن من الذي سيضمن لنا أن المكونات هذه الإقليمية والدولية لن تتخلى عن مليشيا الحوثي وبالتالي يصبح العدو يعني مضاعف يعني أنا أقصد يا عزيزتي أقصد هذه الحلول الجميلة كلنا نتمناها طبعا لكن نحن الآن أمام مصالح مزدوقة نعم اسمح لي عند هذه النقطة وبعيدا عن المثالية أستاذ شوقي لن نتحدث بمثالية ولكن لا هذه مثالية جدا نعم 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 اسمح لي أستاذ شوقي نعم نعم أنه خلاصا الشعب سيلتف من هذا الشعب الذي سيلتف تمام تمام أستاذ شوقي يعني بطبيعة الحال أتفق ما كان وغير المنطقة أن يذهب الرئيس هادي إلى اليمن ويقول التحالف كفو عن هذا التحالف لكن أن يطرق بأبواب أخرى أستاذ شوقي هل يوقع اسمح لي فقط من الذي سيضمان أن التحالف بعد ذلك أستاذ شوقي والسعودية والإمارات تتحول إلى داعم بالطيران والحوشي نعم لكن إذا ما تم الإعلان رسميا بأن الرئيس هادي يطالب بإيقاف التحالف هذا رقم واحد أمام العالم لن يستطيع أن يتجاوز ذلك رقم اثنين أن يطرق أبواب أخرى هل نحن محاطون فقط بالسعودية والإمارات ألا توجد دول أخرى يمكن أن تدعم اليمن غير منطقي أيضا يا خير رح للصين يعني ما عد بنقلش للدول المجاورة رح للصين ماهيش يا أستاذ ماهيش بهذا البساطة الدول ليست جمعية خيرية وزع بر للأيتام الدول عبارة عن مصالح وأمن قومي وحساب دقيق دقيق لكل دولار أين سيوضع ماهيش جمعية خيرية التحالف لم يتدخل لأنه والله جمعية خيرية ولأنه كما يقال مشكورا السعودية تدخلت لأنها محاطة بتهديدات هنا في نقطة مهمة طبعا أتمنى أن انتبه لها وهي أننا عندما نعول على السعودية ليس لأنها فاعلت خير معنا وإنما نعول عليها في أن تنتبه إلى أن أي كارزة ستتمادى في اليمن إنما ستطوق عنق المملكة العربية السعودية من كل الجنة هل بهذا الشكل أقدرنا مرهونة بالسعودية أستاذ شوقي كيف هل قدرنا مرهونة الآن بالسعودية والله أحيانا يكون قدرك مرهون أحيانا نعم يعني لماذا يعني هل تفرق أننا نقول أن سوريا قدرها مرهون بتركيا طبعا القواب لا مرهون نعم مرهون يعني هناك حدود هناك مصالح هناك أمن قومي وبالتالي تصبح الدول مرهونة لبعضها الدول المتقاورة الدول التي يجمعها يعني مشتركات ترتهل لبعضها شاءت أم أباد يعني ما هيش عبارة عن صداقة والله نفسخ الصداقة معه كل أحد يروح له مكان هذه هذه غرافية وهذه يعني أمن قومي وهذه مصالح مشتركة وبالتالي نحن عندما نراهن الآن على السعودية ليس فقط لحمايتنا وإنما نراهن على العقلاء في السعودية لحماية السعودية لأن إيران هي تستهدف بالمقام الأول السعودية ولأن الطوق سيأتيها من كل الجهات وبالتالي يوم أن تغرق اليمن ستغرق بعدها السعودية هذا لمنيع الأمر فعلا أستاذ شوقي القاضي هناك منيع الأمر في المملكة نتمنى ذلك أن تصل رسالتك وأن يكون هناك فعلا من يستوعب مثل هذا الكنام شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول عود إليك دكتور فيصل ما هو رأيك دكتور فيصل ربما لعنة الجوار هي من ستظل تلاحق اليمنين هل تتفق بأن قدرنا مرتبط مع السعودية بسبب الجوار والعلاقات المشتركة والمصالح أيضا وأن ما يضر اليمن بطبيعة الحال سينعكس على السعودية غير صحيح هذا غير صحيح الطرح الذي يصفه بالمثال ويسفهه أو يجعله خياليا هذا غير صحيح اليوم اليمن إذا كان مصيرها أن ترتبط مع إيران فلنذهب إلى إيران إذا كانت إيران تحترم حلفائها بهذا الشكل وتعينهم وتدعمهم فمرحبا بإيران مرحبا بالصين مرحبا بتركيا مرحبا حنتين إن شاء الله بالبرازيل وموزنبيغ هذا غير صحيح الكلام نحن الآن تتهددون هذه الدول ليس فقط بالشرعية وإنما قلنا في التهام الدولة بحيث نصبح لا شيء نصبح جغرافيا متقاسمة بين هذه الدولتين هذا غير صحيح لنتفاهم فيما بيننا نحن والحوثيين أيش المشكلة يعني أنا أفضل أن يحكومني الحوثي وأسلم رقبتي له حتى يقتلني في جولة القصر ولا يتعبث فيها بن زايد ولا بن محمد بن سلمان أي خرافة هذه التي يتحدثون عنها أي صداقة أو أي جوار ما الذي فعلته السعودية والإمارات وأمريكا بالصومان المشكلة دكتور النظر المحصورين كما قلت بين السيئة والأسواف الحوثي لم يعني يفعل قليل بالشعب اليمن الذي يعتبر منه يعني ربما الأقرب وجعه أكبر كما يقال يعني هو افترض يمني ولكنه لم يحافظ على مصالح اليمنين ولم يرعي في الله إلا ولا ذمة أنا أقول أنا أقول بأن إسراف السعودية ودول التحالف باستغلال الوضع في اليمن بهذا المعنى لا ينبغي أن يقعدنا عاجزين عن اشتراح الحلول أي أن كانت مريرة فالعلاج المر عادة هو الدواء والكي عادة يكون هو الدواء اليوم الصين عندها استعداد أن تعقد أن تكمل طريق الحرير واليمن هي أفضل دولة لهذه الطريق ولا تستطيع للسعودية ولا الإمارات ولا حتى أمريكا أن تعترض مصالح الصين في اليمن نقول بأنه عندنا بدائل البديل الأول هو البديل الذاتي كم مرة خرج عبد الرب منصور ودعا إلى النفير العام أو للاحتشاد ضد أي مشكلة قبل تفاقمها لم يفعل ذلك هل قرب أن يخرج إلى الشعب اليمني ويصارحه بالحق حتى يلتف حوله نحن نمتلك ثلاثين مليون يمني لو كل يمني حمل صميل سيحارب العالم مش فقط لأ الحوثيين نعم لكن من نراقب الوضع أستاذ دكتور فيصل يجد أن نعم يجد أن الرئيس هذه لا يتحرك للأسف إلا إذا كان الخطر سيلامس كرسيه فقط يعني وهذه إشكالية حقيقية نلاحظ الصمت نعم أنا أسأل أنا أسأل كيف سطاع الحوثيون كيف سطاع الحوثيون وهم محاصرون أن يصمدوا هذا الصمود بينما نحن كشعب لا نستطيع أن نفعل ذلك نعم في نهاية الأمر من يصمدهم هو الشعب يعني في الحوثيون ما شاء الله من دولة إلى دولة وبنوا القصور وعمروا لهم يعني في نهاية الأمر لديهم سوقهم السوداء وأموالهم التي تذهب هنا وهنا نعم إذن وصلنا الحوثيون الحوثيون تشبثوا بالأرض وهادي غادرها هذا هو الفارق هذا هذا الأساس كانوا مخلصين لقضيتهم هادي خان قضيتهم نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تأذ وشكرا لكم إذن مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء إيماني الجديد كونوا براية الله ومنه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر